بسم الآيب والابن والروح القدسة الإله الواحد أمين الإصاحة الثلاثين فلما لقيت رحيل إنها ما ولدتش ليعقوب غارت رحيل من أختها ريئة وقالت ليعقوب ادي لي بنين وإلا يبقى نموت أحسن فحمي غضب يعقوب على رحيل وقال لها هو أنا مكان ربنا اللي منع عنكي صمرة البطن واضح هنا إن يعقوب يتكلم بطريقة غير روحية مع زوجته رحيل اللي المفروض تكون مكسورة ومعملش زي إسحاق أبوه اللي لما لقى زوجته رفق عاكر برضو صلل ربنا زي ما هو مذكور في الإصحاح الخمسة وعشرين وآية ناشر وقامت رحيل دوارت برضو على حل إنساني مادي سريع زي ما عملت سارة زمان فقالت ليعقوب ادخل على جريتي بالها وخليها تولدلي على رجبتي هنا أولاد أو بنين فأرصق منها علشان ما يكون شعار ونلاحظ هنا إن الجارية هي جارية لرحيل مش ليعقوب زي كده ما كانت هاجر جارية لصارة مش لبراهيم فما كانوش بيتخدوا الجواري زوجات لكنهم كانوا جواري للزوجة والزوجة في الحالة بتاعت رحيل هنا أو صارة قبل كده بتهبها لزوجها عشان يجيب منها أطفال مش من أجل الشهوة ولا الزواج وطبعا في كل الأحوال ده مش مقبول لكن اللي عايز أقوله إن ما كانتش الجاريات هي جاريات للرجل لكنها كانت جواري للزوجة والزوجة هنا بتقدم الجارية بتاعتها لزوجها عشان ينجب منها أولاد تنسب للزوجة الأصلية ودي كانت عادات متبعة وطبعا كانت عادات خاطئة خارج إرادة الله وكان الأنسب والأفضل إن زي ما إسحاء صلى وربنا استجاب وخلى رفقة تجيب ولدين في بطنه واحدة كان بسهولة جدا يعمل كده مع إبراهيم أو دلوقتي يعمل مع يعقوب ورحيل لكن فعلا لجأت رحيل للموضوع ده ودت بالها جاريتها زوجة ليعقوب فدخل عليها يعقوب فحبلت بالها وولدت ليعقوب ابن فقالت رحيل دلوقتي ربنا قضى ليه وسمع لصوتي وداني ابن عشان كده سميته دان يعني قضاء الله وحبلت تاني بالها جاريت رحيل وولدت ابن تاني ليعقوب فقالت رحيل دي من أجل مصارعاتي مع الله ودلوقتي أنا صرعت أختي وكسبتها فسمت ابنها نفتالي يعني مصارعتي طبعا زي ما احنا ملخظين نوع الكلام واللغة اللي بتتكلم بيها رحيل ونيتها والفكرة اللي جاءت لها كلها بتدل على تأثرها بالبيئة الوثنية اللي حولها وشوفنا من قبل كده لابان اللي خدع يعقوب وشوفنا يعقوب نفسه اللي مزال بعيد عن الصلاة وبعيد عن حياة وإيمان إبراهيم وإسحاق أبوه الجو كله مسمم ويعقوب فضل سنين هذا عددها يدفع تمن بعده عن إسحاق والجو الروحي اللي كان في الأول عايش فيه في الخيمة مع رفقه وإسحاق أبوه لكن لما ليقى شافت إنها توقفت عن الولادة ورحيل ضرتها أو أختها هي اللي عمالت جيب أولاد عن طريق الجارية بتاعهتها أخدت هي كمان زلفة جريتها ودتها ليعقوب عشان تبقى زوجة وولدت زلفة جريت ليقى ليعقوب ابن فقالت ليقى أنا تولد لي ابن وأنا دلوقتي سعيدة فدعت اسمه جاد يعني سعد وولدت زلفة جريت ليقى ابن تاني ليعقوب فقالت ليقى أنا دلوقتي مغبوطة وفرحانة لأن دلوقتي هتغبطني كل البنات فسمت اسم ابنها أشير يعني مغبوط وبكده يبقى فيه ابنين اتولدوا ليعقوب من جريت رحيل وابنين اتولدوا ليعقوب من جريت ليقى وكانت ليقى من قبل كده في الإصحاح اللي فات ليها أربع أولاد يبقى أربعة وأربعة يبقى لحد دلوقتي يعقوب عنده تمن أبناء وخرج في يوم رأوبين الإبن البكر اللي دلوقتي كبر خرج في أيام حصاد الحنطة فلقى سمرة اسمها اللفاح واللفاح كانت سمرة معروفة في الوقت ده عندهم في أراضي العراق وكانوا بيدعوا إنها بتجلب الحظ وبتقرب الأزواج لبعض برضو تقاليد وأفكار بعيدة تماما عن الفكر الروحاني كلها أفكار وسانية لكن رأوبين لقى السمرة دي في الحقل وجابها لليقة أمه الحقيقية فقالت رحيل لليقة ممكن تديني السمرة دي اللي جابها لك ابنك علشان تجيب لي الحظ وتقرب زوجي لي فقالت لها ليقة مش كفاية أن أنت أخذتي رجلي دلوقتي عايزة تختي السمرة اللي بتجلب الحظ اللي جابها لي ابني كمان فقالت رحيل طب أقولك على حاجة إذا كنت يا سدي متضيقة أني يعقوب أريب لي أكتر منك خلاص يبقى معاك اللي لادي لكن يديني السمرة اللي جابها لك ابنك فلما جه يعقوب من الحقل بالليل خرجت ليقة لملاقاته وقالت له أنت تلوقتي تيجي عندي في بيتي لإني أنا ديت لرحيل السمرة اللي كانت عايزاها وقالت لي أن أنت هتكون نصيبي فدخل معاها فعلا في هذه الليلة وبرضو زي ما احنا شايفين كلها أفكار غير روحية وسلوك غير روحي تماما متأثرين بالبيئة اللي هم فيها وللأسف يعقوب سايب نفسه لكل هذه الأمور لكن من الناحية التانية ليقة كانت مكسورة وعشان كده ربنا اداها نعمة فحبلت وولدت ليعقوب ابن رقم خمسة ليها لأن اللي خرج من أحشاءها هم اللي أربعة بتوع الإصحاح اللي فات فيعتبر دلوقتي ده الإبن الخامس وقالت ليقة ربنا اداني أجرتي لإني اديت جريتي لرجلي وما بخلتش أنه يكون لي أبناء من غيري فسمت اسمه يا ساكر يعني أجرة وحبلت تاني ليقة وولدت ابن سادس لعقوب فقالت ليقة دلوقتي ربنا وهبني هبة حسنة دلوقتي رجلي هيسكن معايا ويقرب لي أكتر حتى من أختي لإني ولدت له ست بنين فسمت اسمه زابولون اللي معناه مسكن تقصد إن زوجها هيسكن معاها من بعد كده أخيرا ولدت بنت وسمت اسمها دينا ودي هيكون ليها قصة هتيجي بعد كده ربنا بعد كده زكر رحيل واسمع لها لأنها ابتدت تصلي أخيرا وفتح رحمها فولدت ابن فقالت أخيرا ربنا نزع عاري وسمته يوسف معناها يزيد لأنها قالت ربنا هيزيدني أكتر وهيجيب لي ابن تاني كمان وده فعلا اللي هيحصل وهتجيب ابن وهتسميه بن يمين لكنها هتموت ولسه ابنيها اللي اتنين صغيرين وحصل لما ولدت رحيل يوسف أن يعقوب اكتفى جدا أن أخيرا زوجته المحبوبة رحيل جابت أبناء من أحشائها فرح بسرعة قال للبان خلاص دلوقتي بقى اصرفني عشان أرجع مكاني لأرضي اديني النسائي وأولادي اللي خدمتك بيهم عشان أرجع لأن انت عارف قدي أنا خدمتك خدمة فعلا بأمانة فرد عليه خاله لبان أو حماه في نفس الوقت يريد تسمع كلامي وتقبل اللي هقوله لك بصراحة أنا متفائل بيك ربنا باركني بسببك وبرده لبان مصمم يستخدم المفردات الوثنية هو وبناته وحتى يعقوب فبيقوله كلمة التفائل اللي هي كانت مفردة مشهورة وسط الوثنيين وبعديها يقوله ربنا باركني لكن لما يعقوب أصر قاله لبان طيب قولي عايز أجرتك إيه وديها لك عن السنين اللي انت خدمتها معايا فقاله يعقوب انت عارف أنا خدمتك قدي إيه وازاي صارت مواشيك معايا كتيرة بعد ما بقيت أنا اللي برعاها لأن كان ليك قبلي مواشي عددها قليل لكنها تسعت لكتير وبركك ربنا لما أنا جيت لك ودلوقتي قاني الأوان إنك تكافئني عن البركة اللي حصلت لك بسببي علشان أنا كمان عندي بيت وعايز أبني وابتدي بقى أستقل وأعيش مع زوجاتي فقاله طب عايز نديك إيه فقاله يعقوب أنا يا سيدي مش عايز منك فلوس لكن هقولك على أمر واحد أنا هرجع أرعى غنمك شوية واحفظها وتعالى بعد فترة اجتاز أنت وسط الغنم بتاعك كل يوم واعزل أنت منها بأديك كل شاه تلاقيها رقطاء أو بلقاء يعني المفروض الخراف تكون لونها أبيض والماعز المفروض بيكون لونها داكن أو أسود دا الطبيعي لكن هنا يعقوب بيقوله لو لقيت بعض الشاه اللي هم الخراف أو الماعز لقيت لونهم أسود فبيض ودي حاجة ندرة اسمها بلقاء أو لقيت لونهم أسود خالص بس فيه نقط بيضة قليلة ودي اسمها رقطاء دول يكونوا من نصيبي والمفروض دا دي الحالة الندرة دول هم اللي يكونوا أجريتي ويشهد لي بري إن شاء الله من بكرة لو جيت ودورت على الخراف والماعز بتوعي وملقتهمش لا رقطاء ولا بلقاء لكن لقيتني واخد من السادة اللي سود أو اللي بيض يبقوا يا سيدي دول أنا اللي سرقتهم وخدتهم عندي استرجعهم إنت طبعا لبان لأنه إنسان خبيث وماكر هو التاني فلما فكر كده في العرض بتاعي عقوب قال طبعا عدد الخراف والماعز اللي لونهم أسود تماما أو أبيض تماما دول أكتر بكتير فين وفين لما يبقى في البعض منقط أسود فبيض أو لونه أسود تماما وفيه نقط بيضة دي حاجة ندرة وعادة بيكونوا مرضى كمان فقال في نفسه أنا هوافق وقال لي عقوب ليكن حسب كلامك وفعلا في اليوم ده عزى اللبان بنفسه التيوس البلقاء أو الرقطاء كل حتى العنزة أو الشاء اللي لليها رقطاء أو بلقاء يحطها على جنب علشان تبقى بتاعت يعقوب وكل الخراف اللي لونهم أبيض تماما أو أسود تماما كان بيديهم لولاده علشان يعزلوهم ويبقوا بتوعوهو وخلى الفاصل ما بين الخراف بتاعت يعقوب والخراف بتاعته مسافة 3 أيام يعني تقريبا 65 كيلو يعني مزرعتين بوعات خالص عن بعض وده يدل ان الخراف كانت كتيرة جدا والحد دلوقتي كان الغنم المنقط اللي هياخده يعقوب عدده قليل والغنم الأغلب هو اللي بياخده لبان لكن كان مزال لسه فيه وقت يعقوب هيرعى فيه الغنم ولسه هنشوف النتيجة هيبقى عدد الخراف أنهي أكتر وهنا هنلاقي يعقوب برضو هيفكر بطريقة بشرية وهيلجأ زي الخدعة مع ان احنا هنعرف في الإصحاح اللي جاي اللي هو الإصحاح الـ 31 وآية عشرة ان ربنا هيعلن له في حلم ان عدد الخراف المنقطة هي اللي هتكون أكتر ودي ورقة من عند ربنا هيعملها علشان يكافئ يعقوب عن تعبه وعن الغش والمكر اللي عمله له لبان فربنا كان كده كده هيطلع النتيجة دي لكن يعقوب بالرغم من ربنا وعده لكن هيلجأ هنا لحيلة إنسانية بحتة لم تثبت حتى علميا ولا غيره لكن يعقوب اتأثر جدا بطرق تفكير بتاعة العصر بتاعه والبيئة الوثنية اللي حواليه فهنشوف هيعمل ايه بسم الآب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين وصلنا للإصحاح الثلاثين وآية سبعة وثلاثين اللي هيحصل ان يعقوب هياخد أعواد شجر وأعواد الشجر دي هيقطعها بطريقة ويقشرها بحيث إن العود الواحد يبقى عبارة عن جزء أبيض وجزء أسود وجزء أبيض وجزء أسود ويخدهم يحطهم قدام عنين الغنم عشان الغنم لما يشوفهم زي ما يكون هيتوحم ولما ييجي يولد يولد غنم أبيض في السود بكمية أكتر من الأبيض بس أو الأسود بس طبعا دي عادات كانت موجودة في الأيام دي والعصر ده لكنها لم تثبت وطبعا كانت ندرة الحدوث لكن يبين هنا أن يعقوب بيلجأ للطرق البشري معني زي ما اتفقنا هنشوف في الإصحاح اللي جاي إن ربنا كان سبق وظهر ليعقوب في حلم قبل الإصحاح تكله وقال له هتطلب من خالك لبان نوع الخراف المنقطة لإني أنا هبارك فيها وهكترها لكن لإني يعقوب مش بيصق تماما للأسف فلجأ للخدعة الغريبة اللي هيعملها دي أخذ يعقوب لنفسه قطبان خضر من أشجار اسمها اللبنة واللوز والدلب وأشعر فيها أشكال خطوط عشان يبقى القضيب منهم في جزء أبيض وفي جزء أسود وأوقف القطبان اللي أشعرها دي عند الأجران اللي بيروح الغنم يشرب منها قدام الغنم عشان تتوحم لما بتشوفها وهي بتشرب وتوحمت الغنم فعلا عند القطبان وولدت الغنم فلقينا إن الغنم اللي طلع طلع فعلا رقطاء وبلقاء وطبعا فرح يعقوب جدا وابتدى يفرز الخرفان اللي من نصيبه وخلى وجوه الغنم دايما بصة نحية القطبان المخططة اللي هو عملها أما الخراف اللي لونها اسود أو الماعز فخطهم نحية الغنم بتعلبان وخلى القطعان بتاعته لوحدها يعني فرز اللي اتنين عن بعض وحصل إن كل ما كانت تتوحم الغنم القوية إن يعقوب ياخد اللي طلع من الولدة من الغنم القوي ويحط القطبان قدام عينيها وهي بتشرب من الأجران علشان الغنم القوي هو اللي يتوحم بالطريقة دي ويجيب الغنم البلقاء والرقطاء عشان ياخدها يعقوب لكن لما كان بيشوف غنم ضعيف وبيستضعف شكله كان بيخليها ما تتوحمش عشان تجيب سي نفسها اسود أو بيض فصارت الأغنام الطعيفة للبان والقوية ليعقوب فاتسع نصيب يعقوب كتير جدا وكان ليه غنم كتير جدا وابتدى يبقى ليه عبيد وجمال وحمير وحتى جواري شفنا هنا إن يعقوب لجأ للخديعة للمرة التانية بالرغم إن ربنا كان سبق ووعده زي ما كان في المرة الأولى وعد أمه رفقة إن هو اللي هيخد البكورية من ساعة ما كان في بطن أمه لكن للأسف كان بيلجأ للحلول المادية والعقلية والإنسانية بدل التمسك بكلام ربنا ووعوده ولكن للأسف كان ربنا هو سبب البركة في المرة الأولى وفي المرة التانية لكن اللي ظهر لأي عقوب إن هو اللي نجح فأخذ البركة بالخداع وعلشان كده وعشان ما دخلش ربنا بكفاية في حياته ابتدى يشتري جواري وعبيد وجمال وحمير وابتدى يزداد رفقية وغنى وبعد عن ربنا أكتر وأكتر بالأسف هيظل يا عقوب بهذه العقلية والنية يمكن لحد الإصحاح الجاي والآية رقم 42 اللي هيبتدي يستيقظ فيها يا عقوب من ثبات الحياة المادية اللي عاشها مع لبان ومع زوجاته وجواريه وهيفوق تاني ويقدم توبة قدام ربنا وتتغير حياة يا عقوب تدريجيا في الإصحاحات القادمة باسم الآب والإبن والروح الكدوس الإله الواحد أمين شفنا في الإصحاح الثلاثين قد إيه في عوايد وتقاليد كانت منتشرة وسط البيئة الوثنية اللي كان عايش فيها لبان وبناته وابتدى يعقوب كمان يتأثر بيها زي مثلا فكرة التفاؤل والتشاؤم اللي مزهورة في الآية رقم 27 كن إن الواحد يتفاؤل لإنه شاف حاجة معينة أو مثلا يتشاؤم لإنه شاف قطة لونها اسود في الصباح وهو نازل شغله وبكده يبقى أكيد اليوم هيحصل فيه حاجات مش كويسة طبعا الكلام ده كله غير روحي وغير علمي وليس له أي صحة ده مجرد تشويش بيستخدمه عدو الخير وحتى لو فيه مرة صدفة إنها حصلت يعني يوم فعلا الأحداث اللي حصلت فيه كانت مش على ما يرام وكان اليوم ده صباحا الإنسان شاف فيه الحاجة اللي بيتشاؤم بيها دي أو قابل الشخص اللي بيتشاؤم منه حتى دي ليس لها علاقة بهذه المقابلة أو بهذه الرؤية لأن الشخص ده يا ما الواحد قبله بس ما حصلش حاجة في الآخر أو يا ما شاف القطة دي بس ما حصلش حاجة في الآخر لكن فيه مرة حصلت وعشان كده الإنسان ربطها وهي دي اللي افتكرها لكن لو راجع نفسه هيلاقي الموقف تكرر كتير ولم يحدث شيء بل إن الواحد لو توسوس الزيادة بالأفكار دي ممكن عدو الخير يستغلها ويشوشه بجد أيضا الجزء اللي مذكور في آخر الإصحاح اللي عمله يعقوب إنه ابتدى يستغل فكرة جات في باله إنه يقطع الأعوات بشكل معين ويخلي قلقيه الغنم يتوحم بهذه الطريقة فكرة جات وكانت سيدة في الزمن ده لكنها سيدة من جهة الدجل والشعوزة وكأن الإنسان بيتحكم في موراء الطبيعة كلها محاولات لإيجاد بدائل عن الله والتواصل مع الله ومين الوحيد اللي ليه مصلحة في كده هو عدو الخير اللي بيلهي الإنسان بهذه الأفكار الغريبة ليوبعيده عن قوة الصلاة الحقيقية ومعية الله اللي ليه سلطان حقيقي إنه يغير الأحداث ويوجهها لمصلحة ولاده هو ربنا له كل المجد وحده لكن هل معنى كده إن لا يوجد شيء اسمه سحر طب زكان اللي تذكر هنا لم يكن له أي تأثير لكنه مجرد معتقدات خطئة لكن هل لا يوجد شيء تماما اسمه سحر الحقيقة هو موجود ونقدر نقسمه لثلاث أنواع النوع الأولاني هو الدجل أو الشعوزة وهو ببساطة استغلال بساطة الناس وظروفهم إن واحد ممكن يخدعهم ويهيئ ليهم إنه هيعرف الغيب أو بنوع من الزكاء يستنتج بعض الأمور في حياتهم أو يتوقع الآخر وده يدخل تحته بقى كل التنجيم وإراية الفنجان والكف وضرب الودع كل دي عبارة عن بعض الأشخاص اللي ليهم فراسة أو زكاء معين اجتماعي يقدروا يخدعوا لقدامهم بعض الأفكار العامة يعني مثلا يقولوا لهم إنه أنت من برج كذا أو الكف بتاعك في خطوط معينة يبقى معنى كده إنك هتقابل قريب حد هتتعرف بيه وهيبقى فيه إمكانية إنك ترتبط بيه لكن الأمور هتعتمد عليك هل الشخص ده مناسب ولا لأ فلازم تتروى طيب الكلام ده كلام ممكن استنتاجه وقوله لأي حد طالما الشخص اللي قدامي يعني في سن الزواج أو شابة في سن الارتباط يبقى من المتوقع إن الكلام ده هيمشي معهم لكنه طبعا ما هواش إراية حقيقية للمستقبل والأحداث اللي هتحصل فيه تاني نوع هو اللي بنسميه خفة اليد أو الإبهار اللي ممكن نشوفه من ناس محترفين في السيرك أو التلفزيون أو غيره اللي ممكن يعمل لعبة معينة فيها خفة ايد فيها حسبة معينة أو زكاء محتاجة تدريب ومحتاجة زكاء ومهارة ودي اللي بيستخدم فيها مثلا أوراق الكوتشينة عملة معدنية شخص يدعي إنه هيخفي حاجة ويظهرها وهي كلها طرق هو درسها وشاطر فيها وتدرب عليها وأطقنها أما النوع التالت والأخير فهو السحر اللي بنسميه سحر الأسود اللي فعلا شخص بيتعامل مع الشياطين وده نسبته ضعيفة جدا النوع ده فعلا بيتعامل مع الشياطين والشياطين بيساعدوه زي ما قلنا كده سيمون الساحر أو العرافة اللي كانت أيام شاول أعدادهم ضعيفة وقليلة ودول ناس بيكونوا باعوا نفسهم فعلا لعدو الخير وبتكون حياتهم صعبة وبتكون نهايتهم أصعب والالتجاء ليهم هو نوع من الإهانة الصريحة لربنا لأنهم أناس بدلا من أن يلتجوا لله ويؤمنوا به لجأوا لعدوه الله وأمنوا به وهذا النوع مهما بدأ على أنه قوي إلا أن رشمت صليب واحدة من طفل صغير بيحضر مدرس الأحد كافية إنها تبخر هذه الأفكار والأعمال تماما ولينا في قصة القديسة يوستينا خير مثال اللي لما عدو الخير الشيطان تنكر في زي القديسة يوستينا وواحد قال لها انت جيتي يا يوستينا وبمجرد ما ذكر اسم القديسة فقط تبخر الشيطان في الحال واختفق وبكده أحبائي يبقى النوع الأولاني اللي هو في الدجل والشعوزة اللي يدخل تحته كمان التفاؤل والتشاؤم اللي حصل مع لبان في الآية 27 أو يدخل تحته الفكرة اللي عملها يعقوب وكأنه بيخدع الغنم بطريقة خرافية وليس لها أصل كل الأمور دي عبارة عن دجل والشعوزة ليس لها علاقة بالحدث ولا بتأثيرها على الواقع لكن للأسف زي ما احنا شايفين في الأصحاح ده إنها كثيرة بالذات في البقات البدائية أو الوثنية النوع التاني خفة اليد وده اللي بنشوفه كتير يستحق الإعجاب لأن فيه زكاء لكنه بعيدا عن كلمة سحر شيطاني هي مجرد زكاء وخفة ايد أما النوع التالت والأخير والأقل انتشارا هو فعلا استخدام الشياطين الحقيقيين في بعض الأمور وده وإن بدى قوي فهو في قمة الضعف بالنسبة لأولاد ربنا لأنه أعطانا سلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو ترجمة نانسي قنقر